هذه الحلقة برعاية قناة فايق وهي قناة مختصة بنشر العلوم والمعرفة والتجارب بطريقة علمية ومسلية أنصحكم بزيارتها عبر الرابط أسفل الفيديو سبع علامات تدل على أنك ضمن 92% من أثكى الأشخاص في العالم العلماء مؤخرا كان لديهم الوقت لمتابعة مختلف الأشياء ومنها كمثال الأشخاص الذين لديهم نسبة ذكاء عالية سبع علامات تدل على أنك ضمن 92% من أثكى الأشخاص في العالم سنعرضها عليكم في هذا الفيديو وفي التعليقات أسفل الفيديو أخبرنا أي من تلك العلامات لديك الخط الغير الواضح الأغلبية المطلقة لجميع أنواع الخطوط الغير واضحة والغير مفهومة أن السبب في هذا هو أن العقل يعمل أسرع من اليد ولذلك الإنسان لم يكن لديه الوقت للتركيز على الكتابة بشكل صحيح ولكي لا نذهب بعيدا أقرب مثال على ذلك العالم ألبرت أينشتاين تحس أن معظم كلامه عبارة عن خطوط غير واضحة لا أكثر وليست بخطوط واضحة مفرطة ضعوا لايك إذا كان أيضا لديكم خط غير واضح أو غير مفهوم لو أنك الأخ الأكبر أو وحيدا في عائلتك الدراسة التي تمت في النرويج أثبتت لو أنك الابن الأكبر أو وحيدا في عائلتك فستكون نسبة ذكائك مرتفعة أكثر من إخوتك هذا يحدث لأن الابن الأكبر يكون في تفاعل من الدرجة الأولى مع الآباء والتواصل مع البالغين بسرعة أكبر من الآخرين وكل من الأخ أو الأخت الأصغر يتعاملون مع الأكبر منهم كأخواتهم وأخوانهم البعض من الذين يستعملون اليد اليسرى في الكتابة يحاول كل من الوالدين أن يعلموهم الكتابة باليد اليمنى لكي يصبح من مستخدمي اليد اليمنى في الكتابة ولكن هذه غلطة بحسب البحث بين أشخاص اليد اليسرى فنسبة ذكائهم أعلى من أشخاص اليد اليمنى فأشخاص اليد اليسرى يفكرون بطريقة مختلفة ومنها التفكير الإبداعي كمثال عندما تقوم بحل مسائل فهم بإمكانهم أن يقوموا بحل مسائل أكثر من العادة أنتم مارستم الموسيقى في طفولتكم؟ وفقا للدراسة فإن 90% من الأطفال الذين يواضبون على دروس الموسيقى تزيد نسبة ذكائهم السبب يكمن في أن درس الموسيقى يعمل على تنشيط العقل أو الجزء المسؤول عن المواهب ولذلك نسبة الذكاء عالية لهؤلاء الأشخاص قد قمتم بالقراءة مبكرا قام العلماء بالبحث عن ألفي زوج من الإخوة التوائم وكانت التجربة عبارة عن أي منهم قام بالقراءة مبكرا باستخدام جهاز الـ IQ وتبين أن له تأثير حقيقي على تنمية العقل إذا كنتم من الأشخاص الذين بدأوا بالقراءة مبكرا فأنت من الأذكياء لديكم قطة؟ هذه المتابعة أثبتت أن الأشخاص الذين لديهم نسبة ذكاء مرتفعة يقومون بتربية القطة وليس الكلاب لأن الكلاب من طبيعتها أليفة وتتعود سريعا عكس القطة أنت دائما تخسر في التحديات؟ نعم نعم وهذا ليس غريبا فكل من يكسبون التحديات يؤمنون في أنفسهم لكنهم ليسوا بأذكياء الموضوع يكمن في أن الأشخاص الذين يتمتعون بنسبة ذكاء عالية يستطيعون التطلع على كل ما هو جديد ومعلومات وهم دائما يشكون في معلوماتهم ومعرفتهم لا تنسوا أن التحليل والشك في المواضيع أثبتت أنهم من الأذكياء في العالم عكس الآخرين هذا كل ما لدينا في هذا الموضوع نتمنى أن يكون نال إعجابكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ولا تنسى ترك تعليقك في الأسفل شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا على المتابعة